مسؤولون كبار في الاستخبارات الأمريكية يتهمون دولاً خليجية بالتلاعب بنظام الولايات المتحدة السياسي صحيفة أمريكية بارزة تتهم هذه الدول باللجوء إلى طرق مختلفة لتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية بطريقة مناسبة لدعم الاستبداد والولايات المتحدة تعبر عن قلقها الكبير مؤخراً نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريراً سرياً أعده مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية يدعي قيام الإمارات والسعودية وقطر ودول أخرى بالتلاعب بنظام الولايات المتحدة السياسي معدود تقرير اتهموا الإمارات باستغلال نقاط الضعف في النظام الأمريكي وبالاعتماد على الأموال خلال الحملات الانتخابية واشنطن بوست قالت أن الإمارات أنفقت أكثر من 150 مليون دولار أمريكي على جماعات الضغط منذ عام 2016 الصحيفة أضافت أيضاً أن أبو ظبي أنفقت مئات ملايين الدولارات على التبرعات للجامعات ومراكز الفكر الأمريكية لذلك اعتبرت الصحيفة أن هذه الأموال كانت السبب في إنتاج أوراق سياسات ذات نتائج مواتية لمصالح الإمارات وبحسب المصدر قامت السعودية باستخدام تكتيكات عدوانية لتوجيه النظام السياسي في أمريكا حسب رغبتها وأدارت حملات للتأثير في السياسات الأمريكية صحيح أن واشنطن بوست تحدثت عن دور للسعودية لأنها اعتبرت أن الإمارات أكثر إثارة للقلق نظراً لتباين ما فعلته سراً مع ما يقوله مسؤولوها في العلن أن أمريكا دولة صديقة المصدر لم يكتفي بذلك بل تابع مدعياً أن الإمارات وظفت ثلاثة مسؤولين سابقين في المخابرات والجيش الأمريكيين لمساعدتها في مراقبة المعارضين السياسيين والصحفيين والشركات الأمريكية وبحسب ما ذكرته الصحيفة هؤلاء الأشخاص ساعدوا أبو ظبي في قرصنة أجهزة كومبيوتر في الولايات المتحدة ودول أخرى الولايات المتحدة لم تعاقب الأمريكيين المتعاونين مع الدول العربية بالسجن لكن حكمت عليهم بغرامة مالية لذلك اعتبر النقاد أن العقوبة تافهة مقارنة بالمبالغ المالية التي حصل عليها المتعاونون وأنها لن تردع سلوكاً مماثلاً في المستقبل اشتركوا في القناة